أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مصرية وفلسطينية بدخول ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري كدفعة أولى من عمليات الإجلاء من القطاع أوضحت رويترز أن حاملي جوازات السفر الأجنبية غادروا غزة على متن ست حافلات وحصلت قائمة أولى تضم نحو 500 أجنبي أو مزدوج الجنسية على الموافقة لمغادرة القطاع ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة